لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عيبرا سكايب من لندن الصحفي السوري الأستاذ زياد المنجد مرحبا بك أستاذ زياد ترامب وقع اليوم على وثيقة يعترف فيها بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ أولا أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين هذا القرار لا يضيف إلى الحالة شيئا الجولان المحتل منذ عام 1967 هو محتل من قبل الصهيوني والكنيسة الصهيوني بقانون ما يسمى بقانون الجولان ضم الجولان رسميا إليه في عام 14 ديسمبر عام 1981 ولم يعترض عليه أحد سوى تنديداد وبالتالي قرار ترامب لن يضيف شيئا إلى هذا الأمر الجولان المحتل تحت السيادة الصهيونية الفعلية منذ عام 1967 إلى الآن والنظام السوري المحتل الأول والأخير بالجولان ماذا فعل؟ لم يفعل سيئا ومسوى عام 1974 إلى الآن لم يطلق طلقة واحدة باتجاه الجولان لكي يحطرها ولكن اتفى بمهرجانات الخطابية وبالتنديدها فهذا أمر مؤسف جدا وتمعت إلى أستاذ أحمد طعم يقول أن الشعب لا يعترف لكن أين دور الشعب؟ أين دور الشعب في هذا الموضوع؟ نحن منذ خمسين عاما والشعب محروم من قول كلمته فيما يخص حياته اليومية فكيف له أن يقرر فيما يخص وطنا؟ هنا لا بد أن نقول أن هذه المسئولية تقع على النطاع السوري اليوم المعلم يقول أن الجولان حصا لدعم شعبنا وصعود قواتنا المسلحة أين هي القوات المسلحة التي لم تطلق من 40 عاما 45 عاما طلق هذا حق جولان لذلك تأخره الدولي أستاذ زياد البعض يصف الحالة السورية بأنها حالة لا دولة نظرا للظروف التي تعيش فيها سوريا الآن وكذلك رد الفعل الرسمي للنظام أستاذ زياد لماذا جاء القرار في هذا التوقيت تحديدا؟ نحن نعلم أن ترامب يريد أن يتوج فترة ولايته وخاصة أمام المشاكل التي تعرض لها داخليا يريد أن يرضي اللوب الصيوني والكيان الصيوني وبالتالي هناك خطوات عديدة قام بها ترامب لم يجرأ أي رئيس أمريكي على القيام بها فهو الذي اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصيوني وهو الذي اعترف بسيادة الكيان الصيوني على الجولان فهو يريد أن يتوج ولايته بعمل أو يقدم خدمة للكيان الصيوني لم يجرأ أي رئيس أمريكي على القيام به وبالتالي يحاول أن ينال رضا اللوب الصيوني الحاكم الفعلي لأمريكا وينال رضا الكيان الصيوني ما مصير القوات الأممية الموجودة في الجولان؟ يعني من المفروض القوات الأممية موجودة منذ عام 1974 ولا أعتقد أن هناك شيء يتغير في هذا الأمر السيادة كما قلت لك السيادة الفعلية والأمور القضائية والإدارية تجري في الجولان منذ عام 1967 تواجدت القوات الأممية في عام 1974 وأعتقد أنها ستبقى إلى ما لا نهاية وسيبقى القوات الأممية موجودة لعدم تجاوز أي من الأطراف على الآخر بالناحية الاشتباكات والمعارك المسلحة ولكن نحن نعلم أن الكيان الصيوني يقوم يوميا باغتصاب النظام السوري في عقل داره في دمشق ولا أحد يفعل شيء ويطلق القذائف باتجاه الجولان ولا أحد يفعل شيء ولا تقوم القوات الأممية بفعل شيء إنها مؤامرة كبرى يشترك بها النظام قبل ترامب وقبل كل القوى الفاعلية والأمم المتحدة التي نددت وقالت أن هذا القرار لا يمكن أن يفعل شيء ماذا فعلت؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة أمام احتلال العراق في 2003 احتلال العراق جرى خارج إطار الأمم المتحدة ثم شرعنت الأمم المتحدة الاحتلال واعتبرت القوات الأمريكية الغازية قوات محتلة لا يمكن أن نستكين إلى قرارات الأمم المتحدة لا بد أن نعتمد على نفسنا لتحرير أرضنا وعندما يقوم هذا النظام بسلب إرادة الشعب فلا يمكن أن يقوم الشعب بتحرير هذه الأرض لا بد أن نستعيد سلطة الشعب حتى يقوم هذا الشعب بلعب دوره وفي استرجاع أرضه الجامعة العربية قالت أن قرار ترامب لاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان باطل شكلا وموضوعا ماذا بعد هذا التصريح؟ وهل تملك الجامعة العربية أو جامعة الأنظمة العربية؟ لا أقول جامعة الشعب العربي أنا لا أسميها جامعة الشعوب العربية أنا أقول جامعة الأنظمة العربية وهذه الأنظمة كلها مرتمية وتنفذ الخطط الأمريكية الصهيونية ماذا يعني اعتراضها على هذا الأمر؟ سيتبخر في الجو وينتهي عندما تطبق الكتب التي كتب عليها هذا القرار ولن تفعل شيئا نحن نعلم أن قرار غزو الناتو لليبيا تم بقرار من الجامعة العبرية أو العربية لأننا قل العبرية أو العربية نفس الشيء يعني ولذلك فهذه الجامعة العربية لا يمكن أن تفعل شيئا وكلامها حبرها على ورق لا يمكن أن نستعيد حقوقنا المغتصبة إلا بالقوة ولا يمكن أن تتوفر لنا القوة إلا عندما يستعيد الشعب دوره في تقرير مصيره وبعيدا عن هذه الأنظمة المرتبطة بالصهاينة والأمريكان أخيرا أما توقعاتك أو توقعاتك لرد فعل المعارضة السورية؟ وهل تملك المعارضة السورية في وضعها الحالي؟ ستندد كما يندد النظام المعارضة السورية للأسف مغلوبة على أمرها ومرتبطة ومرتهنة بالغير المعارضة السورية باعت أنفسها للدول التي تدعمها وبالتالي لا يمكن أن تفعل شيئا وكما قلت لك لا المعارضة ولا النظام يستطيع أن يفعل شيئا لا يمكن إلا للشعب عندما يمتلك إرادته أن يفعل شيئا في سبيل استعادة حقوقه نعم نشكرك شكرا جزيلا من لندن الصحفية السوري الأستاذ زياد المنجد كنت معنا عيبراسكايف من لندن شكرا